مرحبا مونير عجام بهالفيديو حبين نتكلم عن موضوعين اثنين نشبكهم ببعضهم شوي اللي هو علاقة بالتغيير من داخل المؤسسات وكمان نربو بالشهدات المهنية مثل البي ام بي و البرنشتو وغيرها هلا يفضل اذا فيكم توقفوا هالفيديو ترجع للفيديو رقم اثنين اللي مسجلينه اللي هي عن اهمية الشهدات ممكن بيعطيكم فكرة اكتر تنستوعب هالفكرة هون بهالفيديو هادا بس بغض النظر فيكم تكملو كمان هون فكير نيكوشيب بتصير عالسوشال ميديا عن موضوع ادارة البروجيك مانجمت والتغيير وانه نشنح بالعالم العربي ممكن يكون غير الغرب واحيان بنعطى كريدت انه مثلا منظمة مثل بي ام اي بالغرب الحكومي دعمتها بينما بدولنا العربية مش قدرين نأسس نحن بروجيك مانجمت اسيشن ولا جمعية لإدارة المشاريع لانه دولنا ومؤسساتنا ما بيدعم الفكرة هلا اول شي غلط بالفكرة هون انه بطبع المؤسسات والحكومات بالغرب كانت امريكا ولا فرنسا ولا انجليترا ما بيدعموا منظمات مثل بي اماي لانه بطبع دورت مشاريع هو علم مفتوح للجميع بس لا الشك انه الشركات بيكتير اسبابي ممكن انه معظم الشركات الكبيرة والاساسية حتى الصغيرة لقي شركات ربحية وبيهم التطور والتقديم الاداء وخاصة الشركات اللي عندها مساهمين اذا هالشركات ماش عم تقدي الى ارباح بانه هي هتفشل اما هتلاقي ضغط من المساهمين دبعا مش هناك بدايما بجرب ويركزوا تطوير الاداء هلا بدورنا العربية شوي ممكن الوضع غير خاصة لمؤسسات الحكومية انه ما في مواضيع تقارير مالية وربحية وهالاساسة ممكن يقدي الى احيان بصغرات يمكن بالاداء من بعض المؤسسات الحكومية ولا يكون وضعنا بالعالم العربي احنا بعلم ادارة المشاريع مثلا شوي لأدنى مستوى عن بعض الدول تعتبر developed countries يعني مثل الدول الغربية ولا اليابان ولا كوريا ولا حتى اليوم الصين وسينجابور ودول تانية هون دايما بنسمع ان احنا شوي حكون شوي يمكن كتير مباشر بكلامة انه خاصة بنلاقي كير اهتمام مثلا بال PMP اكتر شي مطلوب PMP وانه كل الناس بتاخد PMP و Certification وبنسأل دايما اسئلة انه هل PMP بتفيد اما قد تلاقي افادة مباشرة وبالطبع معظم ال HBP اذا مش 99.99% من ال HBP تركز على البضع الشخصي يعني هون نرجع لموضوع الفردي ما بنرجع لموضوع المعامل المؤسساتي الكهين خاصة ولا غير ربحية ولا NGO's ولا مؤسسات حكومية وهون مثل سؤال انه اوكي هل اللي بعتبر حوله صور PMP خاصة اللي بيجري بيكبر PMP اكتر من مستواها بعتبرها هي شهادة مدير مشروع محترف وانه لازم يكون عنده الحق بادارة مشاريع من اي منطق من وين فينا نجي نحنا نحكي بالحق الحق على اي اساس يعني هون ما ندخل شوي بموضوع انا ما بهم الشهادة وفي كتير بعرف مدر المشاريع ما عندهم لا شهادة جمعية ولا شهادة مهنية وان بحكي بشركات عالمية وفي كتير ناس معها شهادات ودكتوريات حتى وبالنهاية ما بيعفو ديروا مشروع فالشهادة ليس هي الاساس بالطبع الشهادة التي تعطي هي الشهادات الجامعية وحتى المهنية مثل PMP بتعطي المرجع المعرفة يعني المعلومات العامة المعرفية لأي عمل مهنية وبالنهاية بس بحد يتخرج تنقل بالجامعة اعمل الهندسة ممكن يطبق شوية بمشاريع تنقل بالهندسة ولا بالكمبيوتر ولا بأي شي تاني ممكن يطبق بعض النظريات اللي بتعلمها بالجامعة عبر انترنشيبس ولا كواب ولا بس يتخرج بشركات بيصير تطبيق الخبرات ويتعلم وبالطبع بالنهاية بنتقل الوضع من النظر بيصير اكتر عملي وبعتقد الكل اللي بوافق ان العمل والواقع غير النظر وما كل شي متعلمهم بالجامعة ونطبقوا بطبع لذلك هون الخبرة هي الاساس باي عمل خاصة عمل متأدارة المشاريع خبرة على الارض مثل ما ان الشدات الجامعية ولا الميهنية بتفيد وتساعد تعطينا المعرفة الضرورية تعطينا الاسس اللي نقدر نبني عليها خلال مبارساتنا هاو ما ننجح للموضوع الاساسي لهذا الفيديو هو موضوع التغيير التيار من البيم بيحقو انه نرجع للركز انه أما غير البيم بي خلينا نقول بحق ب Marianne Prince 2 ولا PMO ولا PMPS ولا sorry IPMA بس بطبع البيم بمكن هنا 90% من معهم سيرتيفيكيشن اليوم بالعالم العربي بالبروجيك مارين بنتنى من هنا ببيم بي فمش هناك بركز عالبيم بمش نقدان لاشهالة غيرها هي لانه الاكتر تواجدا بالعالم العربي يعني عندنا مثلا بالامارات يمكن في فوق 7000 وغير الدول فى بالمئات والالاف لكن هنا يمكن أن نتحدث عن PMP أكثر من غيرها لأنها الأكثر شهرة والأكثر رواجة ولكن هنا نرجع للنقطة الأساس أنه طولهم الذين يعملون بإدارة مشاريع يركزون أن نحن كإدارة مشاريع بشركاتنا لا يستطيع أن نغير وشركاتنا لا تفهم ومدراءنا لا يحترمون الشهادة هنا أريد أن أجري أن أركز، أنا كشخص أشتغلت كموظف لأسنين وأنا كمورير الشركة اليوم الاحترام يجب أن يكون متبادلة، أنا ليس سأحترم الموظف بطبع أنا سأعطي احترام لكل إنسان كإنسان لكن كل احترامي سيزيد للموظف لما يثبت لي أنه قدرته على العمل وقدرته أن يأخذ الإنشيتيف والمبادرات يطور بإداءه كفرد ويطور بإداء الفريق العمل اللي يعمل بيشتغل معه حتى لو أخذ الشهادة، هل الشهادة التي أخذها PMP أم غيرها؟ هي لتطويره الشخصي فقط؟ وأنه سيأخذ هذه المعلومات ويجرب يستخدمها بالشغل لحوله؟ أولا ممتاز، هل سيطبقها؟ هذا هو السؤال للموضوع التطبيق أما هل سيجرب يساعد غيره؟ هل سيجرب يساعد كومنتور لغيره؟ يستطيع أن يفهمه ويساعده بإدارة المشاريع أو يستطيع أن يطور تطبيق الإداء؟ هل سيحاول مثلا أن يكتب بـ Procedure أو Guideline لموضوع مثلا تعلمه من PMP؟ تنقل مثلا develop charter إذا بالشركة عندهم لا يوجد charter ما نقوم بعمل؟ ننظر نظر نقل أنه شركتنا لا يوجد charter وليساعد أحترام لإدارة المشاريع فقط إعمل Procedure وإعمل Guideline لكيف يعمل charter أبدأ بعمل charter على المشاريع التطبيقين أرجيها لمديرك، أرجيها للإدارة تبعك أرجي أن هناك تغيير بإداءك إثبت على الأرض أن هناك أداء فهذا الأداء قدت لتطور بالإداء على الأرض بأيديك الفردي وبإنك كمان عم تحاول تساعد بتطوير العمل داخل المؤسسة مثل ما إنا كيف تطور العمل داخل المؤسسة تعمل procedures, guidelines من لها تعلمته مثل ما أنا تعلمت تعلمت على risk management جرد طبق تعلمت على quality management جرد طبق تعلمت على stakeholder management جرد طبق من عيد الحديث كمان جرد ساعد إذا عندكم وصفين جدد خرجين جدد هل عم تجي تكون أنت معهم حد منهم ولا تصير تخاف منهم أن الطرف تتعلمون لأنه إذا علمتهم ممكن يسبقوك يوما ما هذه عقلية اليوم نحن بطبع فيه موجودة بالإدارة وموجودة بالأفراد اليوم نحن بحاجة كأفراد نغير نغير بإداراتنا نغير بشركاتنا نغير بمؤسساتنا هلأ هون نرجع لنقطة التغيير نرجع لنقطة التغيير الأساسي وهون فينا نسأل سؤال التغيير داخل المؤسسات أي هو أفضل من فوق أو من تحت يعني يجي للإدارة العليا ولا يجي من الموصفين أكيد إذا الإدارة العليا مهتمة بالتغيير عن جد مش بس flavor of the months مثل ما بيقوله وببلج تطلع بهم مبيدرات وتجرب تطور من فوق لتحت أكيد هيا هو الأهم والأسرع والأفضل نتيجة بيطلع من وراء هكذا أسلوب التغيير لما بيكون التغيير عم بيصير على أساس علمية مبنية على نظام علمي موحد مش flavor of the months وعم بيجي من الإدارة العليا في إلى champion أن تقدروا يحركوا هالتغيير بس طب في حال في حال الإدارة العليا ما بتعرف أهمية إدارة المشاريع مثل دايما الشكوى المسمع من الproject managers ولا بيعرفوا أهمية إدارة المشاريع وبيعتبروا مين ما كان قدر تدير مشروع طب نحنا كPMP شو ما صليتنا بقى؟ نحنا مش قدرين نغير من تحت التغيير بيبدأ من الشخص غير حوله ويغير لحواليه نرجع للcircle of influence كل إنسان قدر يطور بإدائه بس يطور بإدائه قدر يطور بالcircle اللي حواليه مباشرة يعني هالأشخاص بيتعاون معهم بيتواصل معهم يوميا بعدها ممكن يتواصل ويقدر يواصل لأبرة أكتر بالدخل المؤسسة بالفروع الثاني حتى للمجتمع بالطبع هذا شيء صعب كتير ويأخذ وقت كتير وجهد كتير ويتخذ تضحيات بس إذا مش مساعدين نضحي شو نعمل نضلل نقق ونشكي إلى اللقاء